اشتركوا في القناة تبسمي والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من قلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة الصحة والجمال في برنامج هذا ديننا ونحن في هذه الأيام في استقبال شهر رمضان فجعلت عنوان الحلقة أقبل يا شهر الطاعات أقبل يا شهر الطاعات هنيئا لمن وفقه الله عز وجل وبلغه شهر رمضان هنيئا لمن وفقه الله عز وجل وبلغه شهر رمضان ليه جمعت الخير لأنه هناك أناس كانوا معنا منذ أيام قليلة وقد يعني فاضت أرواحهم إلى الله عز وجل أسأل الله أن يرحمهم وأن يرحم موت المسلمين أجمعين فهذه منحة عظيمة من الله عز وجل أنبارك في عمرك وبلغك شهر رمضان فجعلت العنوان أقبل يا شهر الطاعات هذا الشهر غير بقية الشهور كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل قبل مجيء شهر رمضان بستة أشهر اللهم بلغنا شهر رمضان ثم بعد ذلك يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يتقبل الله منهم شهر رمضان وكان بعض السلف يقول اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا طيب كيف نستقبل شهر الطاعات هذا السؤال في غاية الأهمية جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نستقبل شهر الطاعات أولا لاستقبال هذا الشهر المبارك شهر رمضان لابد للجميع أن يستقبله بالتوبة إلى الله عز وجل الطائع والعاصي المؤمن والمذنب كل إنسان يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل قال في كتابه اسمع إلى قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا سلام ينادي الله عز وجل ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بالله عليك إذا كان رب العزة ينادي على أهل الذنوب الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والسيئات ويقول قل يا عبادي فما بالك بأهل الطاعات فما بالك بأهل الإيمان الذين يقومون لله عز وجل سجدا وقياما ويخافون ربهم ويخافون سوء الحساب رب العزة ينادي على أهل الذنوب ويقول قل يا عبادي سماهم إيه؟ سماهم عباده سماهم عباده ودي يا جماعة نداء لكل واحد أصرف على نفسه بالذنوب ألا تقنط ولا تيأس من رحمة الله أبدا رب العزة ينادي عليك بقول لك يا عبدي يا عبادي طيب ده رب العزة لما خاطب سيد البشر سيدنا محمد قال سبحان الذي أسر بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فينادي عليك ويقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأسوا من رحمة الله بعض الناس شايف الزنوب بتاعته عظيمة جدا لدرجة أنها لا تغفر وهذا يأس وقموط من رحمة الله عز وجل لا الله عز وجل يغفر لك ويقبل توبتك وإن أقبلت عليه تاب عليك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلي عليه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فلماذا تقنط ولماذا تيأس وهذا الشهر شهر التوبة شهر الطاعة شهر القرآن فتوب إلى ربك وابدأ مع الله من الآن ما تقول شي إن ذنب ربنا مش هيغفره لا الله عز وجل يغفر ذنبك مهما كان شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن في صورة الفرقان ماذا قال اسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رب العزة يبدل سيئاتك حسنات ويتوب عليك لما تسمع إلا من تبدي قلبك إيه يطمئن طيب هي التوبة متعلقة بالمزنب بس معنا اتصال أستاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حضرتك بس وط التلفزون واسمعيني من التلفون طيب الاتصال نقطع نكمل فرب العزة لم يجعل التوبة للمزنب فقط يا جماعة بل جعل التوبة للمزنب والطائعة قال في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال في صورة الحجرات ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال الإمام بن القيم رحمه الله قسم الله عز وجل العباد إلى تائب وإلى ظالم ليس هناك قسم آخر يبقى كل محتاج إلى التوبة كل يحتاج لأن يتوب إلى الله عز وجل تخيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة دمين جماعة نسدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم يبقى التوبة لا بد أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل توبة نصوحا توبة صادقة قبل مجيء شهر رمضان ودي اسمها إيه اسمها التخلية قبل التحلية يعني إيه كلام دعم الشيخ فهمنا طيب صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يتخلى من كل الصفات السيئة ثم يتحلى بكل الصفات الحسنة يتخلى من كل الذنوب ويتحلى بالطاعات يتخلى من أمراض القلوب ويتحلى بسلامة القلب التخلية قبل التحلية فكل إنسان محتاج لكده وكلنا بشر وكلنا ذو خطأ لسنا بملائكة بررة ولا بشياطين مردة إنما نحن بشر نصيب ونخطئ في اتصال السلام عليكم أبو زياد السلام عليكم السلام عليكم طيب فكل إنسان مننا جماعة له ذلة ولا بد لكل إنسان مننا أن يتوب إلى الله عز وجل إن أزنب لأن الله يفرح بتوبة عبده ربنا يفرح بتوبة عبده ربنا الغني الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين يعني تخيل لو أن أهل الأرض أطاعوا الله عز وجل هذه الطاعة تنفعهم هم لا تنفع الله ولو أهل الأرض عصوا الله هذه المعصية لا تضر الله عز وجل بل تضرهم أنفسهم ومع ذلك الله عز وجل يفرح بتوبة عبده قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته وعليها زاده فانفلتت راحلته فجلس تحت شجرة ينتظر الموت خلاص الدبّة ذهبت بالزاد بكل شيء بطعام وشرابه فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك تخيل عازك تعيش المعنى ده بقلبك فبينما هو كذلك إذا بذابته عند رأسه فقام فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك والنبي بيقول الجملة دي ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح يعني من شدة الفرح بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك شوف رب العزة يفرح بتوبة العبد من هذا بفرحه بدابته التي عليها زاده وطعامه وشرابه وهو الغني وهو الغني سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا في اتصال الأستاذة رقية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا سزرقية أنا سامح حضرتك وعليكم السلام عليكم أنا كنت عايزة اسأل يا فندم أنا سامح حضرتك وط التلفزيون واسمعيني بالتلفون أنا سامح حضرتك أيوة أنا سامح حضرتك أنا سامح حضرتك يا أستاذة رقية اتفضلي تمام السؤال بدا حضرتك اتفضلي سامعك حضرتك أنا معايش بس عندي مشكلة عندي مشكلة لها خطيبي كان لذب الشغل في شركة جيرة وبعد كده ما جي من ساعة الكورونا من السنة اللي فاتت وما فيش كل ما يروح يقدم في شغل ما فيش أصلا شغل تمام كملي سامعك والدنيا معينا يعني مقفولة خالص وهو يعني حالته النفسية تقفلت مش عالفين نعمل بسراحة تمام يعني حضرتك عايزة الحل إيه الحل في الوضع ده صح كده وما عايش هائل تمام آه يعني إيه حل المشكلة دي نعمل فيها يعني شغله في الـ HR ودعم فاني وحيا مش تمام طيب هارد على حضرتك هارد على حضرتك طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا طبعا أقول للأستاذة رقية تقول لخطبها اعلمي أن الأرزاق بيد الله وما من دابة إلا على الله رزقها ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها الإنسان يا جماعة أي شيء من الدنيا والله زائل الواحد يزعل على صلافته أو على قيام للفات أو على طاعفته فهو بس يعني يقترب من الله عز وجل ويدعو الله عز وجل بأن يرزقه عملا طيبا ورزقا حلالا ولا يحزن على شيء من الدنيا ويعلم أن رزقه سيأتيه لا محال ثانيا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الاستغفار دخل رجل على الحسن البصري رحمه الله فقال يا إمام اشتكي من كلة المال فقال عليك بالاستغفار ودخل آخر قال ادعو لي بالإنجاب قال عليك بالاستغفار ودخل ثالث وقال يا إمام كاد الزرع أن يهلك والبهائم أن تهلك فادعوا لي قال عليك بالاستغفار فقال بعض من في المجلس يا إمام كانت الإجابة وحدة كلهم قلت لهم عليك بالاستغفار قال ألم تسمعوا إلى الله عز وجل وهو يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم من فرجة ورزقه من حيث لا يحتسب أم عبد الرحمن من محافظة قنة أهل الصعيد السلام عليكم السلام عليكم أم عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سامعك يا أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن السلام عليكم أنا سامعك أنا سامع حضرتك أم عبد الرحمن وعليكم السلام يا مرحبا ألو أتفضلي سامع حضرتك أم عبد الرحمن أنا سامعك اسمعني من التلفون مش من التلفزيون أتفضلي سامعني سامع حضرتك أم عبد الرحمن أيوة يا أم عبد الرحمن أهلا وسهلا بأهلك هنا لو سمحت أسأل على أعطي ختم القرآن حاجة في نفسي أنا ختم بلا تنين نعم نعم أعدي السؤال مرة كثانية ختم القرآن إيه؟ أعزة أنا أختم القرآن تمام وفي حاجة في نفسي فأختمها لتنين بحث تحب يعني أنت عايزة تختم القرآن بنيتين نية ليك ونية الحد تاني أعطي تحبق يعني يعني تقرأي ليك وتقرأي الحد متوفي صح كده؟ لحثتين عزة متحبق ويحثت الشيء وسألت عني من نفسك نعم تمام فترة الأيام دي بسبب إيه؟ حمل ولا رضاعة؟ ولا مرض؟ طيب نرد على المعبد الرحمن في سؤالها الأولاني ينفع أختم القرآن لي والحد تاني؟ الأفضل يا أمو عبد الرحمن أن أنت تختم القرآن لنفسك وتدعي بعد كده لأي حد يعني اختم القرآن وقرأي القرآن ويدعي بالأي حد أنت عايزة تدعيله سواء حي أو ميت ده السؤال الأول السؤال الثاني ينفع بنتي اللي فطرة أيام من رمضان الماضي تعوضها بعد رمضان ده ينفع يام عبد الرحمن تصمم في الستة من شوال أو في غيرهم الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري أو ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم تخطؤون شو بأذا الشاهب بتعنوه إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحج رضي من الأقصر الحج رجب من الأقصر الحج رجب سلام عليكم أهل الصعيد النهاردة ما شاء الله بشرفيننا السلام عليكم يا حج رجب السلام عليكم اسمعني من التلفون يا حج رجب يا حج رجب اسمعني من التلفون مش من التلفزيون السلام عليكم معانا واستاذ عزب هو سمعني اتفضل يا عم رجب اتفضل يا حج رجب سامعك اتفضل 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 انت على الهوى حج رجب وط التلفزيون واسمعني من التلفون رضي الله عنك شكرا حاول اتصال مرة اخرى حج رجب معلش فرب العزة في الحديث الكتس يا جماعة يقول انكم تخطؤون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فكل يحتاجوا الى التوبة يبقى اول حاجة ان يتوب الجميع الى الله عز وجل قبل مجيء شهر الطعام ثانيا ان يدعو الله عز وجل ان يدعو الله عز وجل ان يثبته على التوبة في رمضان وبعد رمضان ليه انت مش بتوب لربنا سبحانه وتعالى علشان شهر رمضان جاء وبعد كده ترجع ايه للمعصي لا انت بتوب لربنا سبحانه وتعالى وتنوي انك قد تبت الى الله توبة نصوحا صادقة لا رجوع فيها الى الذنب ابدا يبقى تدعو ربنا اقول يا عم الشيخ صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم دعاء جميل اوى علمهن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان دايما بيذعو به يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله ده هديتي لك النهاردة ده الدعاء ده هديتي لك النهاردة الزموا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء فممكن تلاقي انسان كان على الطاعة وينتكس او انسان كان على المعصية ويرح للطاعة فدائما تدعو الله عز وجل رب العزة قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة يبقى انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ثبتنا على الطاعات في رمضان وبعد رمضان خلاصة جماعة برضو تدعو بايه تدعو ان يبلغك الله شهر رمضان وان يبارك لك فيه الاستاذ اكرم من انه معنا اتصال اهلا باهل الصعيد استاذ اكرم السلام عليكم السلام عليكم انت على الهوى استاذ اكرم اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل استاذ اكرم وط التلفزيون واسمعني بالتلفون يا استاذ اكرم ازاي حضرتك الله يبارك فيك اتفضل انا كان معي سؤال حضرتك انا شغل في شركة مسئول كمي انا كنت عايز اعرف هل سوق الشركات ديك حرام ولا حلاد ولا ايضا شغل في يا استاذ اكرم يعني شركة قمود تمام تمام حاضر ارد على حضرتك استاذ اكرم حاضر يا استاذ اكرم الا انا فهمت من سؤال حضرتك ان انت شغل في شركة فيها شبهة انا هقول لك حاجة جميلة اوي النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه دي جعلها قعدة في حياتك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وسك وتأكد بذلك ان انت لن تترك امرا لله الا عوضك الله بافضل منه اكثر واكثر واكثر ليه لانك تركت هذا الامر لله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اصلا الله سبحانه وتعالى ان يباعب بينك وبين الحرام وان يوسر لك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه الاستاذ مصطفى من كفر الشيخ اهلا بواقه بحر اتفضل استاذ مصطفى سامح حضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ارحمة الله وبركاته انتفضل استاذ مصطفى مصطفى وعليكم السلام انا سامح حضرتك وط التلفزيون المسمع لي بتلسlette اهلا بخسرك كنيا اهلا بخسركك اهلا بخسرك كنيا اهلا بخسركك اهلا بخسرك كنيا اهلا بخسركه كشفاء لا يغادر ساقبة سامعك يا أستاذ مصطفى بص يا أستاذ مصطفى صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أنت الطبيب إن قالك افطر افطر وأطعم عن كل يوم مسكين عليه الصلاة والسلام إن الطبيب اللي أنت بتتعالج معاه قالك افطر افطر وأطعم عن كل يوم الحؤن دي تفطر لا ما تفطرش أنت مضطر لهذه الحؤن ما تفطرش يا صنوشك الحمد لله أفطر أعدل يوم وغطرهم طيب الحمد لله أسأل الله أن يعينك وأن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين شكرا يا أستاذ مصطفى الحؤن إن شاء الله مش هتفطرك فيدعو الإنسان أن يبلغه شهر رمضان وأن يبارك له فيه ليه؟ لأن ممكن واحد ربنا يبلغه شهر رمضان بس برضو هو إيه؟ هو للأسف بعيد إنما لما تقول اللهم بلغني رمضان وبارك لي فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للطاعة في هذا الشهر هي دي بقى اسمها البركة وبارك لي فيه إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للطاعة ويستخدمك للطاعة ودي نعمة من الله عز وجل نعمة كبيرة جدا يا جماعة أن الله عز وجل يوفقك للطاعة ويستخدمك لها الأستاذ عبدالعليم من الشروق السلام عليكم حاول الاتصال يا أستاذ عبدالعليم من مدينة الشروق أسأل الله أن يحفظ أهل الشروق جميعا وسائر بلاد المسلمين فيدعو الإنسان أن يبلغه الله شهر رمضان وأن يبارك له فيه يبقى احنا تكلمنا عن التوبة وإن التخلية قبل التحلية واتكلمنا عن الدعاء أن ربنا سبحانه وتعالى يبلغك شهر رمضان ويبارك لك في هذا شهر وأن أنت تدعي ربنا أن يثبتك على الطاعة بعد رمضان الأستاذ أماني من الأكسر سلام عليكم سلام عليكم أتفضلي أيوه عليكم السلام أتفضلي يا أستاذ أتفضلي يا شيخ أنا عندي سؤال أتفضلي ألو أيوة سامح حدك أتفضلي 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 عالي الصوت شوالي إذا سمحت أنا حماتي يعني عايدنا ننزل لنشنا نغلبوها سامع أم عزة بسؤال كرر السؤال معلش إحنا رفضين يعني كرر السؤال تاني معلش كرر السؤال تاني كرر السؤال تاني ده هو تحرام ولا حلالي لأ معلش عايد السؤال أنا ما سمعتوش عايد السؤال تاني حماتي أيوة حماتك حماتي حماتي عايزنا أن إحنا أنت نخدمها تحرق في البيت أنت تخدميها تحرق في البيت فدول حرام ولا حلالي طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إسمعيني بقى إسمعيني إلا إسمعيني إسمعيني من التلفزيون يا أستاذ أماني حماتك عايزاك تنزلي تخدميها والله إحنا في الزمن ده بقينا بنسمع أسئلة عجيبة هو المفترض أن حماتك ما تنتظرش أو أنت حضرك ما تنتظريش أن حماتك تقولك يخدميني هذا الأمر فضل لابد أن يأتي منك أنت أن أنت تعرضي واعتبريها حجة أماني زي أمك اعتبري حماتك حتى لو هي في تصرفات أنا عارف أن في بعض الناس يقولي يا جماعة ده في تصرفات واقترابي من حماتي بيجيب مشاكل وي 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 اعتبري حماتك زي أمك ويقولي الزوج اعتبري حماتك زي أمك ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل الحجة المصالح السلام عليكم المسامح السلام عليكم اتفضل يا حجة ازاي حضرتك اتفضل الصوت شوية يا حجة وحضرتك طيبة يا مرحبا ده الحجة أم الأستستامر الرجل المحترم ربنا يبرك في الأستستامر وبرك في حضرتك ويرزقه برك بيك يا رب وحضرتك طيبة ادعينا يا حجة والله والله احنا اللي بيحتاجين لدعوات حضرتك والله يا حجة اللهم أمين اللهم أرفع البلاء يا رب اللهم أمين اللهم أمين يا رب تسلامي يا حجة تسلامي جزاكم الله خيرا اتشرفت يا سيت كل والله ونورت الدنيا كلها وعايز أقول لحضرتك أن الأستستامر والمجموعة اللي معاه جوة وراء الكاميرات بيقوموا بدور أعظم من اللي بيقوم بيه الشيخ والله ربنا يبرك فيهم جميعا يا رب فالشاهد يا الحجة اللي كانت بتسأل عن سؤال حمتها معلش يعني اخدميها لله عز وجل ارضاءا لربك ثم لزوجك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها فاحنا مش بنقولك ازجدي له يا سيت لا اخدمه أمه عشان ده يبسطه ويفرحه ويخليه هو ايه يبقى راضى عنك طيب يبقى احنا تكلمنا عن التوبة واتكلمنا عن الدعاء نتكلم عن ايه كمان يا جماعة نتكلم عن القرآن معي أنه أصلا القرآن ده محتاج حلقة الواحد وعم عزب بس طبعا محتاجين أن احنا نتكلم عن القرآن لأن شهر رمضان ده هو شهر القرآن وقرأتك للقرآن في بقية الشهور والله تختلف عن قرأتك للقرآن في شهر رمضان والقرآن أصلا نزل فيين؟ نزل في شهر رمضان في ليلة ايه؟ في ليلة القدر اللي هي ايه؟ خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر شهر رمضان عظم لأنه نزل فيه القرآن وعظمت ليلة القدر عن غيرها لأن هذه الليلة هي التي نزل فيها القرآن أيها الأحبة فلابد للإنسان أن يطهر قلبه قبل شهر رمضان لاستقبال شهر رمضان والاستقبال القرآن الله إيه يا عم الشيخ موضوع القلب وموضوع القرآن سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي تزوج إحدى ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يستحي منه النبي ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن بيقول إيه؟ سيدنا عثمان صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقولوا والله لو طاهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم تاني تاني عم الشيخ والله لو طاهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم صح عم الشيخ لو طاهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم يبقى القلب ده إيه؟ وعاء القلب إيه؟ وعاء لازمة إيه؟ أطهروا كلما طهر كلما زاد استقباله للقرآن تاني عم الشيخ الكلام ده مهمة أوي كلما طهر القلب كلما زداد استقباله للقرآن يعني لما تلاقي واحد ربنا وفقه لحفظ القرآن وقرأة القرآن بالليل والنهار اعلم أن هذا الرجل قلبه طاهر ليه؟ لأن القرآن مش هينزل في مكان مش طاهر طب لو لقيت نفسك كده عندك صدود وبعد عن القرآن يبقى القلب في حاجة عالج ده كلام ده مهم بحس كده بنفور بحس أن أنا بكرأ القرآن وبسرعة في المصحة بحس أن أنا عايز أقرأ وخلص كده عشان أبقى قديت اللي علي القلب محتاج علاج فسيدنا عثمان بقول ليه؟ لو طهرت قلوبكم ما شابعت من كلام ربكم فيه ناس لما بتقفل المصحف على الورد بتاعها بتبكي أن الورد خلص وفيه ناس بحاول أنه يختم الورد بتاعه بسرعة ربنا جعلنا من ناس الأولانيين اللي هو ايه؟ بيبقى حابب القرآن ليه؟ عشان القرآن ده كلام ربنا وهو لما بيقرأ القرآن كأنه يتكلم مع الله وكلام ربنا ده خطب ليه هو جيله هو كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فعبب القرآن دي جيالي أنا وخلي بالك أحيانا كده تبقى ماشي في الشارع وتسمع كاسد أو مسجل أو قرآن في سيارة تلاقي القرآن دي جيالك أنت تحس إن القرآن دي بتخطبك أنت مثلا تبقى لكي بمواصلات وانت في كمة الإرهاق والتعب والابتلاء وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في كتابه والشيخ بيقرب ليه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه اللي دي جيالك أنت رسالة تبقى أنت في كمة الزنوب والمعاصي تلاقي الكاسد أو موبايل بيقرأ بيقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية دي جيالك أنت ما تعملش نفسك مش سمعها الفضيل بن عياض قبل ما يقبل على الله ويتوب إليه كان يقطع الطرق على الناس ففي مرة سمع قارئا يقرأ بالليل ويقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بلآن يا رب بلآن وتاب إلى الله وأقبل على الله وأصبح الفضيل ومن هو الفضيل؟ حديثه كأنه من مشكات النبوة ليه؟ تاب إلى الله توبة نصوحا يبقى التوبة والدعاء والقرآن إيه كمان؟ الصدقة الصدقة جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليك سيدنا يا رسول الله كان أجود من الريح المرسلة شو بقى أي كده أي بند تنفق فيه انفق أستاذ محمد من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أستاذ محمد أستاذ محمد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل ذات كبد رطبة أجر يعني أنت حضرك لما بتأكل الكلب كده ليك أجر بس أنا طبعا برضو أستاذ محمد عايزة نبهك أن فيه بناد من كتير برج عنين يعني خلي بالك برضو ركز على الحيطة دي شوي يعني نركز على البشر وبردو في نفس الوقت ما نهملش موضوع موضوع الكلاب ده في بغي دخلت الجنة لأنها سقط كلب وفي رواية أنه رجل ملأ خفه ماءا وأعطاه للكلب لما رأاه يلهث فأنت لك في كل ذات كبد رطبة أجر سواء إنسان أو كطة أو أعزك الله كلب أو أي أيه أو أي شيء وربنا سبحانه وتعالى يطعم كل جائع اللهم آمين فالصدق يا جماعة محتاجين كل واحد يتصدق وينفق من ماله من أجل أن يطعم فقيرا أو يسطر أرمله أو يجهز يتيمة أنفق أنفق عليك ده رب العزة اللي بقول كده في الحديث الكدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ما عندكم ينفد وما عند الله باق والله يا جماعة قصة جميلة جدا واحد من الرياض بيقول كان رات بيقول قليل جدا بقوله مع ذلك خصصت 200 ريال من رات بي في شدة الاحتياج للـ 200 ريال بقوله والله بقى كل فترة الرياض بتاعه يزيد بسبب ايه الصدقة في التصالي عم عزب أستاذ عصام من البحيرة سلام عليكم أتفضل حاج عصام الله يكرمك اسمعني بالتلفون الله يبارك فيك يا رب سمح حضرتك أتفضل أتفضل سمعك اسمعني بالتلفون سمعك أنا سمعك أنا سمح حضرتك معك والله العظيم تمام بقول له حضرتك جدا لديه أخي متوفي بقى لسنة وشهر تمام أسأل الله أني يرحمه سمعك متوفي بقى لسنة وشهرين أسأل الله أني يرحمه أخي تتلعليه ديون تمام فأنا تعهدت قدام الجنازة نعم تمام سمعك نعم أنا سمع حضرتك أتفضل أتفضل لديه أخي متوفي بقى مسؤول عن الديون دي ممتاز فالديون دي تقيت كتير أول تمام الديون دي تقيت كتير أول تمام فأنا ذلك مش عادر لنقفل بها يعني ديون كتير أول تمام فمش حرف أعمله اسمعني يا أستاذ أصام بداية أسأل الله أن يرحمه أخوك وأن يقضي عنه الدي بص يا سيدي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أنت دلوقتي أخوك كان علي دين وانت تعاهدت قدام الناس عند وضع الجنازة أنك تتحمل عنه هذا الدين أنت تذهب للناس وتوصف لهم حالك وأنك تقضي ما استطعت وأنك تعجز عن ذلك من أخذ منك الدين وقضيت جميل طيب ومن سامح فالسامح بمنزلة السداد يعني واحد قال لك عما أنا مسامح فحقي أو أنا لي ألف خدم خمسمية اسمح بمنزلة السداد وتدعو الله عز وجل خلي بالك سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أبوه لما مات ترك عليه دينا وطرك له إخوة بنات والله عز وجل أعانه على دينه يبقى أنت تدعو الله عز وجل أن يعينك على قضاء دين أخيك خلاص فإما أن تسد للناس لأن هذه حقوق عباد وإما أن تستسمح الخلق يعني تروح للواحد تقول له أنا والله أنا دلوقتي بحاول قدر المستطاع بس خلاص ما بقاش فيه طاقة فالإنسان إن عفى فهذا العفو بمنزلة السداد وكلما عفى العبد عن أخيه المسلم كلما عفى الله عز وجل عنه يوم القيامة وأسأل الله أن يعينك على قضاء دينك إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب يبقى تكلمنا عن الصدقة نتكلم عن إيه تانا جماعة؟ عن قيام الليل آه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه ده مصالحين قبلكم تلاقي كتير من الشباب يقعد قدام المطش ساعة وساعتين بلو ثلاث ساعات ويجي عند صلاة الترويح الشيخ طول رجلية وظاهري لا يا راجل ده شهر ده شهر حتى الترويح السنة دي هتبقى خفيفة فما تكسلش وتخلي الشيطان يكسلك عن الطاعة صلي شوف يا سيدي أخف في مسجد بس ما تسيبش صلاة الترويح لأنك لما بتصلي مع الإمام حتى ينصرف يغفر لك لأن الإنسان لما بيشوف المساجد في رمضان بحس أنه بيطير من الفرح تلاقي المسجد ممتلئ كده تحس بروايح شهر رمضان فرحان بالطاعة كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خيره مما يجمعون فرحان كده وانت لما بتلاقي الناس كلها بتكرأ كرآن فرحان لما بتلاقي الناس كلها واقفة صفوف كده في الصلاة وبعدين احنا اتحرمنا السنة اللي فاتت تخلي بالك من الترويح في المساجد فانت تعاهد ربنا من الآن يا رب مش هسيب صلاة الترويح مش هعدي لنا يا رب يا رب ده أنا كنت محروم من نعمة دي يا يا طيب فيه ناس بتحب التطويل يا سيدي صلي مع الإمام الصلاة اللي هي التزمنا بيها لنصف ساعة أو أقل أو أزيد ثم عود إلى بيتك وتزود عود إلى بيتك واجعل لك وردة من قيام الليل أنت تعمل لك وردة خاصة بك كده تختم القرآن كل يوم تاخد جزء التلاتين يوم تبقى ختمت القرآن جماعة شهر رمضان ده فرصة عظيمة جدا نبي عليه الصلاة والسلام بقول ليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معنا اتصال تمام طيب الأستاذ عظيمة بقول قدامنا خمس دقائق وطبعا هندعي في آخر الحلقة طبعا أدعية جميلة كده ربنا يا رب يتقبلها من ذنب فجماعة قيام الليل والوتر أنت تختم قيام الليل بالوتر بعض الناس يصلي أربع ركعات أو ست ركعات ويمشوا ما يوترش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وطر يحب الوتر هو كان صفة قيام الليل بتاع النبي إيه عم الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عيشة كان يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين هذه أربعة ركعتين ستة ركعتين تمانية تمام هذه ثمان ركعات وبعد كده يصلي صلى الله عليه وسلم الشفع والوتر الشفع كان يصلي الركع الأولى بالفاتيحة والأعلى والركع الثانية بيقول يا أيها الكافرون ثم يصلي ركع ووتر ويقرأ فيها بصورة الفاتيحة والإخلاص ما تسيبش الوتر أبدا ولا تنام عن وترك لا في رمضان ولا في غير إيه ولا في غير رمضان الحاجة الأخيرة اللي أنا ممكن أعملها علشان أستعد لشهر الطاعات إن أنا أعمل إيه إن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك حسن الخاتمة لأن الدعاء في هذه الأيام أيام مباركة تدعي بقى ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقك حسن الخاتمة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال إذا أحب الله عبدا استعمله وفي رواية عسله قالوا كيف يستعمله أو كيف يعسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه تلاقي واحد يقول لك إيه ده ماته بصلي الترويح ده ماته في صلاة الجمعة ده ماته في صلاة الفجر ده ماته هو صايم يا شو بقى تيجي بقى واحد كده يبعث على ما مات عليه يبعث وهو يأخذ تمرات أو يشرب ماء كان ميت صايم واحد يبعث وليه يلبايك اللهم لبايك ليه مات في الحج أو مات في العمرة والأعمال بالخواتيم فتسأل الله عز وجل أن يرزقك حسن الخاتمة اللهم يا رب الأولين ويا رب الآخرين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم بلغنا شهر رمضان وبارك لنا فيه اللهم بلغنا شهر رمضان وبارك لنا فيه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا من حيث لا نحتسم اللهم اهد أولادنا اللهم اهد أولادنا واهد نساءنا واحفظ بيوتنا واحفظ بيوتنا اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم انا نسألك بضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم انا نسألك من كل خير سألك من وعبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر استعاد من وعبدك ونبيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك أستودعكم الله الذي لا تضيع وذائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال اشتركوا في القناة